صباح الخير او مساء الخير يا برج الحوت فهنبدأ في برج الحوت القراءة العاطفية وان شاء الله خير بإذن الله ان شاء الله نشوف الطاقة العامة لبرج الحوت وللشريك كمان ده بحبك قوي بحبك قوي برج الحوت يعني مش زار ده عايز بجد يعري اسم عايز بداية جديدة عايز بداية حقيقية بداية بتاعerem هي شكله كان بيستهبل كان بيتلكع معاك ان تقول له ازيك يرد عليها بعد يومين الشخص ده عايز التباعد اللي مابينكوا ينتهي بالظبط احنا بدنا تباعد بنكلم بعض في الاحلام على فكرة هو بيحلم بيك ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى على الأخصانة بيض وإلا لا 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 ممكن يكون بيحلم بيشوفك مثلا في لقطة في الحلم كده فعايزين يتباعد ده بقى وفرصة جديدة نبدأ بقى فرصة جديدة ونبطل بقى انا بادئ بجد شخص ده تقريبا زي ما قلتلك كان مخاب مشاعره كان قافل على مشاعره وحططها كده جنبه وبيرفضك بيصدق فانت زهقت قلتلي خلاص يا عم بقى لما انت خلاص شكرا يلا عم نروح بقى اهو انا حكمت بالعادل لانا جايلك ولا انت تروح لي وسلام عليكم وعليكم السلام وانا اروح له اشوف لي بقى حد تاني بديه الحب اللي عندي ده بقى ما خلاص بقى خلصت صاح من النوم ملاقكش انت مشاعرك زي السامن انت ممكن تكون لما هو ما هو يجيلك انت هتبقى فرحان قوي بس انا هقولك انت هتبقى فرحان بس في نفس الوقت هتباين بقى طبعا بقى برج الحوت لما كرة تيجي في ملعبه بيبتع نجبقى هتبقى فرحان وسعيد جدا ولكن ممكن تكون مثلا يعني مش هتتغر ولكن هتقول معلمه درس معلمه درس هو يعني يعني يسبني ويمشي اه شفت انت تعبان قوي برج الحوت تعبك قوي 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 انت تتشافيت انت انت انتظرت رجوعه كتير قوي الشخص ده قلمك بطريقة ما تتصورش الشخص ده ممكن ما تكونش خيانه بس ممكن تكون مثلا رائبته مثلا فلاقيته بيعرف ناس تانية وانت بتتكلم معاه طب يا عمي طب بتكلمني وبتكلم ناس تانية طب يا سيدي ما تفهمني حقيقة مشاعرك ده ايه لا ما بيردش انت عندك حالية شديدة قوي ليه مع انك واخد العشر صيوف بس برج الحوت بقى نعمل في ايه القلب الطيب ده نعمل في ايه طيب وخلي بالك هو شعر ان انت انت الحب الحقيقي انت الحب الحقيقي ما تخافش انا عارفة ان برج الحب يندم جدا على الحجاب اللي ادهال ادهال شخص مثلا ديهتمام ادهال حاجة ما تخافش الكرة في ملعلك انت انتظرته كتير قوي انتظرته يتعدل مرة واثنين وثلاثة لغاية ما قلت بس كفايا عشر صور كتير قوي يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي الموضوع تقوله مع السلامة بقى كفايا فايا بقى انا خدت عشر صوفه الضهري اخي وانتظرتك بيني فيك كفايا بس بيني بينك انت وحشني حرام بقى انا متفقلة بالكرتين دول لان هو عايز يجي بس هو محتر شوية بس نييته حلوة نييته حلوة انا هقولك بحبك بجد والله مش هقولك الكلمة اللي اقولها به واخيرها كيف تبقى بفتيك لا 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 هي بحبك طيب هو شايفك ازاي شايفك هو شايفك عرض بس بس عرض هو مش حوار كبير ولا صغير بس هو شايفك فرصة تمام فرصة انت فرصة فرصة حلوة بكل النواحي بقى انت فرصة حلوة فرصة شكلا وشايفك ان انت شخص يعني ينجذب جدا وان انت كنت مقدم له عرض حلو قوي يعني هو شايفك فرصة وشايفك العرض كمان انت كنت مقدم له عرض صادق مش اللي هو اي كلام بس عرضك كان صغير يعني اللي هو كنت داخل اه بس مش قوي كنتش داخل معه قوي بس هوريبر يعني انت برضو شخص جزدر قوي وشايفك فرصة فرصة حلوة فرصة مش اي كلام يعني في المقابل انت شايفه الكنج اف سوردس طاقة الهوائية غالبة قوي هو المائية برضو الكنج اف سوردس شخص زي ما قلتلك جامد اه في المشاعر قوي بيخب مشاعره ودايما دايما كلامه تقيل يعني وتحس انه هو انا اسفك كلمه غبي يلا غبي غبي في التصرفات ومش بيوزن مش بيوزن تصرفات ممكن يرافع سيفه على اي حاجة اي حاجة رافع سيفه يعني ايه عم طب ما تاخد بلها ما باخدش ود طب لي انا عملتلك ايه لا ما باخدش ود انت شايف انه هو جامد المشاعر بس هو مش جامد المشاعر يا برج الحوت الظاهر والله واعلم ان الشخص ده كان عنده ازمة كمان الشخص ده كان عنده ازمة وبيحله ده كان سبب التباعد انه كان عنده ازمة والازمة دي كانت مخلياة كده ممكن تكون ازمة مالية او ممكن تكون كنتوا في علاقة سلسية وهيتخلص من الطرف التالت ويجيئك هو كان عامل الوش ده لانه ما كانش عارف يعمل ايه يعني اروح لده ولا اروح لده وكان محتار هو شخص محتار مش عارف يعمل ايه طيب انت يا عم انت اللي عايز تقدم لي كاس الحب انت انت بقى هتعمل ايه ايه مش الفرصة ايه اللي بيفكر يعمله هو ندمان جدا اوي ندمان لدرجة انت متى تخيلهاش وانا عارف ان في ناس تقول لي لا 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 ده عمره ميبقى ندمان مش بيبين بص انت شايفه ازاي دي اللي انت شايفه ده حقيقي هو ده اللي بيزهره للناس انا جامد انا قوي انا ايه ولا تقصر معي ولا ايه حاجة الخطوة اللي ياخدها انه ندمان اوي ممكن يكون حيرجع بس حيرجع وهو مخزول ومكسوف منك لان انت مقابله باللافرز انت بتحبه يا برجل الحوت اولا مش عارف اقولها لك ازاي بقى يلا فهو لما يرجع الخطوة انه هو عايز يرجع بس ما هيبقى مكسوف يعني ممكن يتكلم معك بس اللي هو يتكلم ايه مثلا عامل ايه ازاي مثلا متكلمش كلام مباشر تمام يعني حتى هنا شخص نخبي نخبي مشاعره فهو ممكن يرجع ولكن هيرجع اللي هو مش الرجوع اللي هو ايه مثلا انا يلا نجاوز دلوقتي او يلا نرجع دلوقتي حالا لا هو هيبقى مكسوف اوي وبيترقب انت هتعمل ايه لانه شخص ده شكله عنده كبيره علي اوي اوي يعني مش زار ويحبش حد يجراحه ولا حد لو برج الجوزاء يبقى لانا بقوله ده صح اه بالزبط اهو شوف الكارت التالت كانت علاقة سلسية كانت علاقة سلسية زي اللي انا قلت بزبط فيه قرار هو خده الشخص ده يا اما اختار طرف غيرك في الاول خالص وبعد كده تدين لي ان الطرف ده اي كلام ولها العلاقة دي كان كان في علاقة كارما شخص ده كان في علاقة كارما لو انتم ما تعرفوش فممكن يكون في علاقة سلسية كانت فيه علاقة كارما شخص ده عايز يجي عشان شايفك الاستقرار شايفك ان انت ممكن بص بقى ركز معي من البيج اوف بانديكلز للكينج انت البرينس شوف انا لفت كم واحدة ورجعت لك انت في الاخر انا شفت كم رجل ورجعت لك انت في الاخر فهو عايز الاستقرار بس لو رجع هيرجع كده عشان ما تستغربش مش هيقول مشاعر خالص هو الاول هيجس النبط مساء الخير مساء النور عامل ايه او عامل ايه متعرفش نعمل ايه الفوتة الصغيرة عمالها تعيط والفوتة الكبيرة الام مش لايه بس هو ده اللي هيقوله انه ما ما تتوقعش ادخل يقولك انا بحبك انه بص ايه كلمة هيجل هيطير لانه يعني مش عارف مش عارف يوري وشه منك انت انت شاب تلق معه طعنك عشر طعناط هو عارف وعمل ايه كويس اوي عارف هو عامل ايه كويس اوي وعارف انه كان مبايع فرصة من ايده بس انت بقى مش هتسكت انت هتقوله انت انت لسه طاعاتين ده متعيط يلا يا عام يلا عام انا بحبك زلا فرصة انت هتبايله مشاعرك على طول ممكن ولا هتعمل ايه تعالى نشوف كده بس برب الحوت هو وحشك اوي يا برب الحوت وانت هتفرح بيه اوي بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقولك انا غلط في حقك وتعالى نصلح العلاقة اه انت بعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة سبعة وانت هتقوله انا هشفيك انا هخليك تتشافي الشخص ده هيجي يقولك انا تعبان تعبان قوي انا غلط انا عارف انا غلط هتقوله ولا يهمك ممكن تتعبو بص ممكن في الاول تعمله الوش ده ممكن يعمله ان انت مش واخد بالك منه مثلا اهلا مسهلا تفضل اهلا بك يا اخوي اهلا اهلا تفضل خدت ايه خدت ايه من اللي انت رحت لها وكده مثلا ولكن انت في غرضك جوا نفسك انك عايزش فيه في غرضك جوا نفسك ترجع لعلاقة دي تاني انت بتحفه متوقم روحك متكدبش على نفسك بقى متكدبش على نفسك اكتر من كده اهو انت جواك دي خطوتك ان انت ترجع له تاني لان انت شايفه الاستقرار هو شايفك ال king of bandkins وانت شايفه العشر كبات احنا متفقين انت متفقين ده رجوع لا محال دي خطوت اللي هو ايز اخدها لو هو خد الخطوة دي انت تاخد الخطوة دي ماخدش الخطوة دي انا مش اخده الخطوة دي بس بكل بساطة طيب بص بقى اسوا قالقه من اين ايه الي قلقه او هو شايف سيذوب ان العلاقه دي اه لو انا جيت مزلا وقدمت عن عرض الي ممكن يعصد بص بقى عشان هو عارف اللي عمله وعارف ان هو استفزك واخرج اسواق ما فيك فهو خايف ان العلاقه دي تنتهي بالرفض عشان كده مش عارف يوري وشه منك خايف يرجع مع انك بتحبه بس واخد يرجع عمل بلاوي الشخص ده عمل بلاوي ايا كان انه عمل بصير عمل بلاوي بلاوي بالنسبة لك فخايف يقدم عرض الشخص ده عنده كبرياء بشع فخلي بالكم عشان ده او زي ما قلتلك هتصده جامد هيجري هيجري فخايف يروح يقدم لك عرض ترفضه يزعل بقى هو يزعل دايق بقى انت عندك عروض تانية على فكرة بس انت كنت منتظر عرضه وقصت كنت منتظره ومرجعش وخايف ظنك كتير قوي سهو خايف بقى بعد المدة دي كلها يعني هي هتقدل هتقدل مني ان هي ترجعني يعني بعد اللي احنا عمل ده في بتعمل فينا ده كله هيقبل يتكلمني مرة تانية او خايف كده بس انت شايف عكس كده ان دي احية غريبة يعني شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي يعني ايه ده فيه ايه علاقة ممكن تكون سوري الكراءة عكسية وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد وانت بقى اللي ندمان بس ايها ما اعتقدش ان انت اللي ندمان ما اعتقدش يا برب الحوت برب الحوت ما بيندبش على اي حاجة سابها عموما اعتقدش انت اللي ندمان ده طلعت لك مقلوبة وده كمان مقلوبة انا عدلية انا مش عدلية تخيل يلا جيت مقلوبة وكويس ان هما جن مقلوبين شوف بقى يعني حظك يا برج الحوت ازاي خدت ورق ما مبسطتش فيه وكرتك هنا كمان بص يا برج الحوت دي من عند ربنا على الاسمش هتكلم تاني شخص ده كان بيتلاعب بك مش في الاول مش بيتلاعب كان بيتملص منك تجي تقول له ازاك عامل ايه رد عليك بعد ثلاثة ايام عامل الحمد لله كويس كان كل ما تقرب منه يبات قرب يبات اللي علاقة دي كانت افقا لو كنتم مرتبطين فهو هراك 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 خيانة تتكلمه ترقيه ويتنج مع واحدة مثلا تتكلمه هتلاقيها مثلا عامل لايك لواحد مثلا اي حاجة المرة دي عايز يجيلك بعرض عرض حقيقي عرض مش هجدد عرض كل حب انا حسبي امتك انا مش هاجب منك تاني انا بحبك من الاخر انا عايز اشيب بقى اللي حصللي شخص ده يا اما هي حاجة من حال تاني يا اما هو في عن ستة وبعضه هو اكتشف امتك يا اما دخل في علاقة تانية كانت علاقة ثلاثية والطرف التالت بالمعنى الاضطي كده مش هاجب اقول الكلم على اوه بس هو خط الصدمة طيب اللي مفرحني في الليلة دي مع انك انت هو خايف منك ولكن العلاقة دي مستقبلها ان شاء الله باذن الله في الشعر لو انتو رجعت البعض كان فيه شوية الكاف في الاول الحركات دي كلها فهتبقى علاقة جاملة مش علاقة ثلاثية لا 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 هتبقى هيتبقى فيه احتفال هتحتفلوا مقلوبة دي ولا ايه لا سري اوف كابس هتحتفلوا ممكن ممكن يقولك ايه نعزى اتجوزك يلا يا عم يلا يا عم يلا يا عم انتجوز يا عم انا ما خلصت خلاص شخص ده عايز اتجوز هالفكرة شخص ده عايز يتجوز لان الكنج اوف كابس اه ايوه بقى هو ده هو ده هو ده هو ده الكلام اللي يفرح الشخص ده عايز ينهي الماضي نقفل صبحك قديمة بقى اقفل بقى يا برب الحوت بقى اقفل وركز معي كده ركز ده نتوقع مروحك يا عم والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت اكتشف ان انت السومريد بتاعها بص بص الورقة بتكلم والله طعم انتوا توقع مروح وبطاق بعض يعني مش يظهر الشخص ده لو كان بيه تلاعب بك فهو عرف قلطته طيب لو رجع يا برج الحوت في انتصار انت انت حتى تكفل يا برج الحوت لو رجع تاني انا عارف ان مشاعرك كويسة زي الصعنة هتفرح بس هل برج الحوت مش عارف قلطته تطلع ايه اه في حد ما بينمش في حد ما بينمش ممكن يكون هو اه اه فيه كاس حب هيتقدم طيب حالي تمام طيب برج الحوت تعطبه بهدوق ولا تكمل في هذه العلاقة اعتقد يا برج الحوت ان انت مفروض ان انت متعد بيش قوي لا هو اع漂 المرج والحوت هاب veramente متكبر عليه اه انت خايف اه انا انا كنت يشكل في حاجة هتحصل لا 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 ليه كده يا رجل الحوت ليه كده ليه القوين قوين ليه 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 انت حتي ديله كلام جميل قوي ده انت شايل له شوية كلام لا حصل ولا يحصل مش بقولك انت وعشان كده خايف منك ومش عايز بالزبط ومش عايز يوري وشه خالص ده هو بيحسد ألف حساب يجي ولا مجيش ده انت يعني شايل منه بطريقة وعايز انتقل وعندك هماجز انت بتقول في نفسك انت في غريب قوي يا باب بن عود انت بتحبه وعايز معاه جواس وفي نفس ذات الوقت انت خايف منه بس هتحصل خناقة هتحصل خناقة وهتديله كلامي يعني جامد مش زل اللي هو بص بقى مرفع لك صيفي وبقايل لك او انا لا خايفة منك ولا اي انتاج انا مش خايفة منك فقط